موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة بأهم الأخبار نستهلها بأبرز العنوين اتحاد الكرة يلغي معسكر سوتي ويكتفي بمواجهة روسيا وديا في السادس والعشرين من الشهر الحالي موسيقى منتخبنا الأولمبي يواجه نظيره الفيتنامي اليوم في بداية مشواره ببطولة الدوحة الدولية موسيقى الاتحاد الآسيوي يرشح هدف العراق على إيران لأجمل الأهداف في كأس آسيا للشباب موسيقى أهلا بكم قرر مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس استدعاء لاعب القوى الجوية حسن رائد لصفوف أسود الرافدين وذكر اتحاد الكرة في بيان أن المنتخب الوطني خاض وحداته التدريبية في ملعب الشعب الدولي وذلك ضمن معسكره المقام في بغداد والذي من المؤمل أن يستمر لغاية الجمعة المقبل بعد إلغاء معسكر سوتي والاكتفاء بالإعداد في بغداد لمواجهة منتخب روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في مدينة سانت بيترسبرغ أنهى منتخبنا الأولمبي تحضيراته لمواجهة نظيره الفيتنامي ضمن انطلاق بطولة الدوحة الدولية اليوم الأربعاء وأجرى لاعب منتخبنا تدريباتهم بإشراف المدرب راضيش نيشل وجهازه الفني المساعد في ملاعب جامعة قطر بحضور خمسة وعشرين لاعبا واتسمت الوحدة التدريبية بارتفاع وثيرة التحضيرات للقاء فيتنام ويحتضن ملعب ثاني بن جاسم مباراة اليوم في العاشرة وخمسة والأربعين دقيقة مساءا بتوقيت بغداد منتخبنا الأولمبي والتجمع الأول هذا العام تحت قيادة المدرب راضيش نيشل الذي اختار المشاركة في بطولة قطر الدولية إلى جانب منتخبات السعودية وعمان والإمارات والكويت وقطر البلد المستضيف مع وجود منتخبات تايلاند وقرغستان وكوريا الجنوبية وفيتنام التي سيلاقيها منتخبنا الأولمبي في أول مباراة له ببطولة قطر الدولية مساء الأربعاء الذي يسعى المدرب راضيش نيشل إلى اختبار أكبر عدد ممكن من اللاعذين في هذه البطولة التي سيخوف فيها مباراة ثانية أمام كوريا الجنوبية يوم السبت المقبل وأن جميع هذه الاستعدادات سيكون هدفها الأول المشاركة في بطولة كاسياسيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد باريس في العام المقبل فيما سيشارك منتخبنا الأولمبي في بطولة غرب آسيا والتي من المؤمل أن تقام في العراق أماد ركاب العراقي الرياضية هذا وعد مدرب منتخبنا الأولمبي راضيش نيشل أن بطولة الدوحة الدولية ستكون فرصة مهمة لإعداد الفريق للمرحلة المقبلة وما تنتظره من مشاركات مرتقبة وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي منتخبات البطولة الدوحة الدولية أن البطولة تقام في وقت مثالي موضحا أن الهدف هو إعداد المنتخب لبطولة غرب آسيا في حزيران المقبل ومن ثم التصفيات الآسيوية والمؤهلة لنهائيات القارة والتي تستضيفها قطر خلال ألول وصولا لدورة باريس الأولمبية عام 2024 التقى المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم لاعب منشستر يونيتد زيدان أقبال ولاعب كوينز بارك رينجرز أليكسندر أراها في مقر سكن المنتخب الوطني والذي يعسكر في بغداد استعدادا لملاقات روسيا وديا في السادس والعشرين من الشهر الحالي والتباحث كريم مع اللاعبين بشأن رغبتهما بتمثيل منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم وإمكانية انضمامهما إلى قائمة المنتخب في تدريباته قريبا وأبدى اللاعبان رغبتهما بتمثيل منتخب الشباب بعد تألق المنتخب في نهائيات كأس آسيا وقد عبر اللاعبان عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت لهذا المنتخب كما وعد زيدان وأراها بإقناع أنديتهما بحضور أحد المعسكرات التدريبية أو المباريات الودية رشح الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عشرة أهداف كانت ضمن الأجمل في بطولة آسيا للشباب واختار الاتحاد الآسيوي هدف العراقي علي جاسم خلال مباراة الدور الربع نهائي بين العراق وإيران والهدف الذي جاء في الوقت بدل الضائع من الشوض الثاني حين تابع محمد جميل تمريرة طويلة هيئها برأسه أمام علي جاسم والذي تقدم داخل منطقة الجزاء رغم محاصرة ثلاثة مدافعين ليسددها أرضية باتجاه الزاوية اليمنى للمرمى ليمنح الفوز لمنتخب العراق ويقوده إلى نصف النهائي يشتد الصراع حول المنافسة على لقب هدف الدوري العراقي الممتاز بعد أن بات أكثر من اسم يطرح نفسه بقوة ليبقى الأمر معلقا حتى نهاية الدوري للإعلان عن الهدف نتابع هنا الأكثر الدقة في الإنهاء هو من يقول كلمته نسخة صراع الهدفين هذه المرة اختلفت عن سابقتها مع وصولنا لأول جولات المرحلة الثانية حيث كان المحترف السوري محمود المواس في الموسم السابق هو من يغرد وحيدا في الصدارة لكن اليوم بات أكثر من اسم يطرح نفسه بقوة ويتصدر بأهدافه أغلب عنوين الصحف أبرز هذه الأسماء مهاجم الصقور مهند عبد الرحيم بهدفيه الأخيرين في شباك القاسم وضع اسمه في أعلى قائمة هدافين الدوري لغاية الآن بـ 11 هدفا يليه مهاجم نوروز البرازيل كلاوديو مارادونا الذي يتألق دائما بحسم مباريات فريقه ويساعدهم بأهدافه العشر على البقاء في المناطق الدافئة مهاجم الكنار الشاب نهاد محمد اسم جديد صار يتردد كثيرا على مسامعنا في الفترة الأخيرة حيث حصد في سجله لغاية الآن تسعة أهداف مناصفة مع المميز مهاجم الزوراء على عباس الذي لديه نفس الرصيد وما يزال يقدم عروضا ترضي جماهير المنافسة شرسة ومتقاربة أكثر من أي وقت مضى وفي أي لحظة يمكن أن تطرأ عليها تغيرات في ترتيب المراكز فلا يزال الوقت مبكرا للحديث عن من سيتوج بالجائزة في نهاية الموسم ولا ننسى الرقم الأبرز للمخضرم أمجد راضي الذي تفصله أهداف قليلة لسحب اللقب الأغلى لصالحه من المهاجم صاحب عباس وهو الهداف التاريخي للدور العراقي الممتاز أحمد الهارفل العراقية الرياضية بغداد اختتمت على الملاعب الخاصة بوزارة الشباب ورياضة الدورة الأسيوية للمدربين الليفل 2 بمشاركة أكثر من 15 مدربا الدورة الليفل 2 الآسيوية الذي قامها الاتحاد المركزي لكرة القدم بغداد شاركنا بها 15 مدرب من أكثر من محافظة من بصرة دهوك، أربيل، كاركوك، موصر، بغداد من أغلب المحافظات للحصول على الشهادة الآسيوية أو الرخصة الآسيوية دورة تطويرية لمدربين العاملين بالدوري لمدربين كل التصالات المستوى الثاني لفل 2 طبعا هذه الدورة هي بالمحاضر الموجودة والمحاضر الأسيوية ودكتور واميوض والكابتن هيثم عباس العامل ومدرب المتخب الوطني هنا نكتسب الخبرات العملية والخبرات النظرية إضافة إلى أنه هاي تحديث المعلومات تغيير القوانين اللي يصير باللعبة نحن نحاول هنا أنه اللي نستفاد من عنده أثناء الدورة التدريبية النقلة اللاعبية النقلة للأندية اللي موجودة حتى نقدر أن نطور هاي اللعبة اللي من شأنها تطور الخبرات حتى نقدر نوصل لمنتخبات الوطنية نقدر نوصل للأندية أنه تكون على مستوى عالي نشكر الاتحاد العراقي على قيامتها الدورة ونشكر لجنة الصلاة ونشكر الدكتور واميوض وكابتن هيثم بعون المحاضرين استفادين دورة دفلتو من الناحية التدريبية والعلمية والتطبيق وكل مدربين استفادينه وإن شاء الله تكون هذه الاستفادة للمدربين من الناحية النظرية والعملية نظام الاتحاد الدراجات الهوائية المرحلة الثانية لبطولة أندية العراق لكل الفئات في محافظة البصرة وكانت العلامة الفارقة للبطولة المشاركة النسوية الفاعلة نتابع وتدور عجلات التحدي على شوارع المنافسة النتائج ليست هي الأهم إنما ترسيخ مبادئ السباق المنطقية وتوفير الأجواء الملائمة دون أن تكون هناك عصا تعشق في العجلات وتعيق سير عمل اتحاد الدراجات الهوائية الذي يحرص على تفيذ فقراتي من هاجه العام رغم أن هناك عسر مالي وفي البصرة الفيحاء دارت السباقات بين أندية بغداد والمحافظات بعنوان المرحلة الثانية لبطولة العراق لكل الفئات طبعاً أنا مسلوري لأهل البصرة وما قدموه من أمور لوجستية للفرق جميعاً بما فيه المنام كان مجاناً هذه المرحلة الثانية دورها ندريت العلاق بالدراجات اللي يشارك به له المتقدمين والشباب والناشئين والبنات إن شاء الله ننطلق أول سباق ننطلق للمتقدمين فردي ضد الساعة والآن ننطلق الناشئين والشباب ننطلق بضناعات إن شاء الله النتائج ممتازة أتشكر منكم ومن حضوركم تواجدكم ويانا وأشكر من جميع الجهات الساندتنا طبعاً مكتب المحافظ القيادة الشرطة وأمن الملاعب والمرور والصحة حقيقة اليوم ساندونة بهذه البطولة العلامة الفارقة في السباق هو الحضور النسوي فالنسوة اللي يشاركنا في السباق يبتغين تثبيت الموقف وتفعيل هذه الشريحة شبه الغائبة لذا نقرأ في عيون المتسابقات التوق الشديد للمشاركة وديمومتها وصولاً إلى عنصر النسوي فاعل نحن مهتمين جداً بالعنصر النسوي بالضبط لأنه أصلاً فعلنا لجنة نسوية بالاتحاد وهالسنة عدنا تقريباً مجموعة أندي كلش هواية شاركت أكثر من باقي السنين نطمح أن نطور هذه اللعبة ونطمح أن نطور البنات اللي دايشاركون طبعاً نفتحنا مراكز تدريبية ببغداد عدنا مراكز تدريبية ببغداد وعدنا مراكز تدريبية نفتح بالموصل طبعاً المشاركة لنا اليوم راح تكون كلش صعبة بس الطريقي سواهس وكلش حلو وشرفنا أنه نسابق بالبصرة أنصح كل فتاة أو أمرها عراقية أن تمارس هذه الرياضة ولا تقول أنه خاف وعيب ومنحل سوالف لا أنه لازم نحن فتاة لا يستطيع الرياضة فقط للراجب بل للنساء أيضاً وهذه أبسط حقوقنا والله جواء حلوة تنظيم حلو شيء شغل أمرتبه على مدار ثلاثة أيام كانت رحلة طويلة مع الدراجات في السباق الذي أفرز كثيراً من الإمكانيات حتى فرض الحاجة للاستمرار وخلق المنافسة التي تصب أولاً وأخيراً بمصلحة هذه الرياضة المحببة لدى الكثير ومن كلا الجنسين منافسات مثيرة ورحلة مشوقة مع الدراجات الهوائية إذ كانت شوارع البصرة مسرحاً للطاقات والمواهب في بطولة العراق بمرحلتها الثانية عدي حاتم العراقية الرياضية البصرة توجى فريق جامعة بغداد بالكرة الطائرة بلقب بطولة الجامعات والمقامة في محافظة النجف الأشرف بعد فوزه على فريق جامعة الأنبار بثلاثة أشواط لشوط واحد فريق جامعة بغداد يحرز المركز الأول في بطولة فرق الجامعات العراقية لكرة الطائرة المقامة في النجف الأشرف بعد فوزهم على فريق جامعة الأنبار بثلاثة أشواط لشوطا واحد في مشهد ختامي احتضنته جامعة الفرات الأوسط التقنية بمشاركة أكثر من أربعين فريقا من جامعات مختلفة تمكن فريقنا لهذا السنة من الفوز على جامعة البصرة وجامعة بابل وجامعة ديالو وجامعة الإسلامية واليوم تمكننا من الفوز بالنهاية على جامعة لنبار ثلاثة واحد قدم اللاعبين مستوى متميز لاعبين أثناء الأشواط الأربعة صراحة لاعبين متميزين لاعبين بدرجلولة الحمد لله وشكر حققنا بطولة بعد مجهود كبير من قبل كادر التدريبي والدعم الخاص من عميد الكلية أستاذ صباح قاسم ورئيس الجامعة إن شاء الله نقدم آداء أفضل قادم بطولات أكاديميون من جامعة مختلفة أشاروا إلى ضرورة الارتقاء بالجانب الرياضي عمليا ليكون ملاسقا للجانب العلمي الأكاديمي ناهيك عن الاستفادة من تجارب الآخرين على صعيد الخبرة والتجربة للنهوض بواقع الرياضة الجامعية اليوم كان حفر رائع مباراة رائعة تغطية رائعة تنظيم رائع بكل المقاييس مفخرة للرياضة العراقية للرياضة الطلابية نتمنى مزيد من هذا التألق هذه الأفراح هذه النشاطات الرياضية في بلدنا العزيز وجامعاتنا العراقية إن شاء الله ألف مبروك لكل الذي شارك في نجاح هذا الكرنفال الرياضي توجد بغداد بالمركز الأول فيما توجد جامعة الأنبار بالمركز الثاني وتوجد جامعة البصرة بالمركز الثالث وجامعة القادسية بالمركز الثالث مكرر ألف مبروك لجامعة بغداد وشكراً للكليات المستضيفة والجامعات المستضيفة جامعة الفرات الأوسط التقنية والجامعة الإسلامية وجامعة القادسية وكل الفرق تنمية روح الألفة والمحبة فضلاً عن تعزيز الأواصر الطلابية من حيث الاختلاط فيما بينهم عوامل تسعى إليها جامعة الفرات الأوسط حرصا منها على تبني هذه البطولات وكل ما يسهم بتطوير الواقع طلابه هدف البطولة هو توطيد أواصل التعاون والمحبة والإخاء والصداقة بين طلبة الجامعات العراقية نعمل أن نستضيف بطولات أخرى إن شاء الله في محافظة النجف وإن شاء الله تكون بطولاتنا بمستوى دولي وهي جامعات عراقية من النجف الأشرف أيمن أحمد العراقية الرياضية